قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هدف الحكومة تشجيع الصناعة الوطنية وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها بالإضافة لحل المشكلات والتحديات التي تواجهها وخلال تصريحات له عقب جولة تفقدية في عدد من المصانع بمحافظة الأسكندرية أضف مدبولي أن هدف الحكومة الجديدة هو التنصيق التام بين الوزرات وحل المشكلات بصورة فورية لأسيما في قطع الصناعة هدفنا يمكن كل الزيارات اللي بتتعمل والسادة الوزراء طبعا يعني على مدار الإسبوع الحقيقة بيقوموا بهذه النوعية من الزيارات أن احنا بنتفقد وندعم ونشجع الصناعة الوطنية على أنها التوسع وحل المشاكل بتاعتها ووجودنا في الزيارات الميدانية بيبقى بنعرف على الأرض إيه المشكلة وبيتاخد قرارات فورية وإحنا موجودين ودي بتبقى أعتقد مهمة جداً وبتوفر على القطاع الخاص والمستثمرين عدد منهم بيقعد يقولوا إحنا بقلنا شهور عملينا حاول نحن نعرض مشكلتنا أو الموضوع تهيين في الورق والإجراءات البيروقراطية بيتاخد القرار وإحنا موجودين فوراً في نفس اللحظة علشان نتحرك حتى لما بيبقى فيه موضوع أكبر بيبقى على طول بيبقى فيه اتفاق وزي دلوقتي هنا بما يخص المنطقة المرغم التانية يعني تم التوافق أنه حيبقى فيه اجتماع الأسبوع القادم لحل مشكلة المنطقة كلها على بعض لأنها ما تخصش مصنع الوحدة هو ده طريقة وطبيعة وفلسفة العمل النهاردة في الحكومة الجديدة أولاً التنصيق الكامل ما بين الوزارات وبعضها البعض حل المشاكل على الأرض بصورة فورية وهو ده اللي احنا يعني بنجري فيه كلنا في قطاع الصناعة اللي أنا دايماً بقول وأعتقد سيادة الرئيس قالها أكثر من مرة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة جداً في خلال الفترة الجاية كما أشار رئيس الوزارة مصطفى مدبولي إلى أن الصانع المصرية يتمتع بخبرة وكفاءة ولديه القدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج وأكد مدبولي العمل على تسهيل الإجراءات لتشجيع الصناعة والاستثمار ومضاعفة الموارد الدولارية من خلال توطين الصناعة والعمل على تعزيز التصدير إحنا شوفنا النهاردة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصانع يعني بدءاً من المصنع الأول الخاص بصناعات البورسلين والحقيقة مصنع على أعلى مستوى رحنا مصنع للأدوية برضو من أكبر المصانع اللي بتصدر ورحنا بعد كده الحقيقة عدد من المصانع المتخصصة في صناعة المنسوجات والفرش والحاجات البليستيكية وكل الكلام ده وانتهينا هنا في منطقة مرغم واحد ومرغم اثنين وقبلها زي ما قلت وحركم شفتوه كان في المنطقة الحرة أهم حاجة إن الحقيقة الصانع المصري لا ينقص ولا الكفاءة ولا الخبرة وقادر إن هو يفتح أسواق عالمية في الخارج وبالتالي يعني إذا كنا بنتكلم إن إحنا عندنا قدرة على مضاعفة الصادرات بتاعتنا لا ده فعلاً الكلام ده قابل للتطبيق وبأسرع كثيراً مما إن إحنا حتى نحن